معركة بيجي حقيقة كانت من أصعب المعارك اللي خاضتها قطعتنا وكان العدو مستميت في هذه المنطقة أذكر قتال مرير تل أبو جراد صينية ستمية هذه المناطق حقيقة كان مسيطر بيها وكان يتحدى وأحد قادة هذا التنظيم الإرهابي أتذكر في حينه قال أنه إذا القوات العراقية بمعنى الجيش والحشد وقطعاتنا الأخرى إذا حررت بيجي وأخذت بيجي إحنا رح ننطي الموصل ننسحب منها وننطي هدية أنا كنت موجود في هذه اللحظات حقيقة اللحظات الحاسمة نعم وأتذكر كنت أبث يعني كنت أسجل مع الأخوان في الإعلاميين ومنهم أيضا قناة العراقية وشبكة الإعلامي العراقي وأتذكر أن الرصاص في وقراسنا كان يكون موجود والانفجارات بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وهمة الشجعان ودماء زكية استطعنا أن ننهي هذا التنظيم الإرهابي وكانت فرحة عارمة عندما دخلنا إلى مصفى بيجي حقيقة كانت ذكريات أليمة وصعبة لكن في نفس الوقت كان هناك فرح والشي اللي جذبني حقيقة يعني اللي شفته أنه إحنا عندما نبدأ بعمليات ندخل منطقة يعني بعد نستونا داخلي إلى منطقة وحررناها ألقى يعني المواطن العراقي والشعب العراقي من شعبنا الأصيل في جنوب العراق نلقى أرتال العجلات والمواكب اللي محملة بالمواد الغذائية والأكل والطعام والملأ وكل ما يحتاجه وطبعا بالمناسبة تمام يوزع على كل قطعات الموجودة يعني مو باتجاه فئة معينة أو صنف معين معارك صعبة وقاسية جدا لكن كان أهم هذه المعارك ومفتاح النصر وانهيار أصابات داعش بشكل كبير هي معركة الموصل معركة الموصل كانت تحدي كبير ومثل ما أشار السيد المحافظ كنا نركز على أن نسيطر على قاعدة القيارة قاعدة القيارة تعتبر هدف ستراتيجي مهم لأنها تعتبر قاعدة مادية وفي نفس الوقت عندما تسيطر على هذه القاعدة ستكون هي مهبط للطائرات وإدامة القطعات عندما تتقدم القطعات تستطيع إيصال كل ما تحتاجه من دعم لوجستي من إتاد وسلاح ومواد غذائية وبعد ذلك أن تباشر بالعمليات التحرير وكان لدور قيادة عمليات نينة وحقيقة دور مهم وكبير عندما حررت هذه القرى لإشار إلها ومن ثم تأسيس رئيس جسر وعبر القطعات والسيطرة من محورين على قاعدة القيارة وبعد ذلك انطلاق لعمليات التحرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر